الأخ أمير قريشي نعم أهلاً ومرحباً مبارك الله وفك أنتم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تقولون في آيات التطهير ليجزء من آيات التطهير ليست آيات التطهير على أي حال من قولي تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم زيس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم أنتم تقولوا تحتجون علينا نحن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى لم يقول عنكنا بل قال عنكم وهنا سأقرأ عليك آياتين أو ثلاثة في نفس الموضوع يعني من ناحية القوى العربية والنحو لأبين لك بأن الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخص بالذكر السيدة عائشة والسيدة حفظة من قولي تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطنه بين فرط ودمين لبنا خالصا صائغر للشاربين نلاحظ هنا أن الذكر لا دخل له في العملية بل الأنت هي التي تقوم بوظيفة اللبن إذن هنا وظف الله سبحانه وتعالى كلمة بطونه ولم يقل بطونها إذن هناك قسم مشترك لا 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 دعني أكمل لا تقاطعني لأن هذا الدليل قاطع من نعم نعم أنت تعلم نحن الشيعة أنت تريد أن تلزمني صح؟ هذا كلام الله ليس كلامي أنا هذا كلام الله إذا كنت مسلما يا أخي فيجب أن تقول كلام الله على الرأس والعين لأننا كلنا مسلمون أنا أتكلم منك سبحانه وتعالى لا دعني أكمل لأن هنا تفضل نحن لا نلتزم باللغة العربية نحن نلتزم بالقرآن وروايات أهل البيت عليهم والسلام أنا أتكلم من القرآن الكريم لا اللغة العربية جانبا القرآن أنا أتكلم الآن في آيات القرآن القرآن عندنا نحن الشيعة من فسره يعد مأبونا هل تريد أن أطلع عليك هذا اللقب؟ لا 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 قولك أن تقول هذا أنا منصف أنا منصف أنا منقول لك لأني منصف أنا لست شيعيا وجاملك أنا منصف أنا ديني يقول من فسر القرآن فهو الزنديق ابن الزنديق ابن كافر قل ما تشاء أنت لك عقيدتك أنا من أهل السنة والجامعة وسأجيبك من القرآن الكريم في ختمة صورة الواقعة أنا أحاول أهدئ أنا أحاول أتكلم تسمي كلام الله ما يصير تلزمني باللغة العربية أنا لا أعترف بها لا أنا أقرأ عليك من القرآن الكريم فأنت لا تريد أن تسمع كلام القرآن الكريم لازم مع رواياته للبيت لا يشرحه مثل جنابك أنا أنا لحد الساحة لم أشرح أي شيء ما يصير تجمع آيات ما يصير تجمع آيات ما يصير تجمع آية آياتين ثلاثة أربعة بعدين تقسم هنا على خمسة ستة ثلاثة أربعة تضرب اثنين في واحد وتطلع القسمة وبعدين تسوي لها قسمة ومطولة يطلع لك النتيجة واحد باليد حصان اللي هو عمر ما يصير أنا لا أقرأ لا أعطيني مجلة أقرأ لا لا أعطيني مجلة أقرأ عليك أنت لا تريد أسمع كلام الله سبحانه وتعالى طيب نعم لا أريد إذا كان بتفسيرك لا أريد أن أسمع كلام الله سبحانه وتعالى سؤالي اسمع سؤال سما تكلم هل الإسلام نشر منهج السلوكي أم بالمنهج العلمي لا السلوكي من كلامه بالمنهج السلوكي إذا قال الله سبحانه وتعالى رسول الله إسوة حسنة نعم لأن نبيك قال اغزوهم وحارفوهم واغتلوهم ووضع رزقي تحت ظل رمحي وأمرت وأنا وقاتل الناس حتى يقولوا لا إله لا لنسوة سبحانه واسول الله نعم فإسلامكم انتشر بطريقة وسخة ولو كنت حاضرا والله لقاتلت مع الروم وعدا اسمع اسمع ولها تقص وتنشر يا رب والله لو كنت حاضرا أينما هجمتم على إخواننا بل أنفسنا الروم والله لقاتلت معهم أنت تسمع ولا ما تسمع ولك هذا حجة تقيلة قد هز المراجع مو بس السنة أنت تفهم اللغة عربية ولا ما تفهم أنا أسمع طيف أنت الآن سألتني عن نشر الإسلام بيّنت لك أن نشر الإسلام أنت تشرب طريقة زبالة سألتني عن القرآن قلت لك لا يشرحه إلا الإمام المعصوم بس أنا عندي إليك هدية أنا عندي إليك هدية فدي مفاجئة الآن جايبها إليك جيد دعني أكمل مدخلات أنا رح أعطيك هدية أنا رح أعطيك هدية أنا رح أعطيك والله العظيم لأعطين لك هدية ترضيك اسمع أسمع فقط اسمع أسمع فلما تكلمت في القرآن الكريم عرضني أسمع أسمع أعطيك هدية ترضيك ترضيك والله ترضيك والله تكلم فأنت لا تصفني يا أخي أسمع أعطيك هدية سترضيك أسمع مني لا هدية اسمع والله سترضيك والله والله اسمع أنت تريد أن تستدل على أن عائشة من أهل البيت صح؟ خرجت أنا الآن لا أتكلم في القرآن الكريم عروف الآن أنت تريد أن تستدل على أن عائشة من أهل البيت في القرآن صح؟ كيف؟ أنت تريد أن تستدل على أن عائشة من أهل البيت في القرآن صح؟ صح أو هذه هدية مني لك عائشة من أهل البيت تفضل ماذا تريد؟ أكمل مداخلتي لا الآن انتقلنا لا تفضل خذ مني خذ مني عائشة من أهل البيت في القرآن الكريم ماذا تريد؟ تفضل لا أنا تكلمت الآن في الشطر الثاني من مداخلتي الآن انتقل إلى الشطر الثاني أحسنت الآن قد أثبت لنا أن عائشة في القرآن الكريم من أهل البيت وأنا موافق تفضل ماذا تريد؟ انتقل إلى النقطة الثانية تفضل النقطة الثانية لما سألتك هل الإسلام لا 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 أكمل في هذه النقطة يعني أنت الآن أثبت أن عائشة من أهل البيت ماذا تريد ترتب على هذا الاستدلال بما أنك توافق بأن أمنا عائشة والله عليها من أهل البيت فخلاص أنا موافق هذا هو غاية في التدخل وماذا يعني من أهل البيت تعتقد معصومين لا تعتقد أهل البيت معصومين لا فإذن هذا لا يدفع كثرة الرجال المجنبين في بيتها وأفعلها المحرمة لا يدفع لا أولا لا أولا قوة لا أولا قوة أنت تتكلم من معتقد لا أولا من معتقد سني والله أتكلم معك من معتقد سني الآن هذه أمام الناس خب أنا سلمت لك وهذه الطريقة غير مستعملة هذه من الفنون الجديدة في علم المناظرات أنا الآن كمسلم سني موحد أتكلم مع أخي من المغرب مسلم سني لا أتكلم يا عزيزي مثال 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 لا تصير طفل لا تصير طفل قبل تقل تقل اسمع هذا مثال هذا مثال مثال هذا هذا مثال أنا الآن أناقشك كالسني ما علي بالشياء وأنت تتكلم معي كالسني أقول لك إن عائشة عندنا نحن سنة من أهل البيت في نصابها لا 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 تموت نفسك سني لا من أتكلماني لا تتكلم انت حاول تسمع طيب مثال مثال أنا سني وأنت سني وإننا متفقون على أن عائشة من أهل البيت في القرآن كسنيين أنا وأنت هل هذا يدفع أن الرجال هل هذا يدفع الشبه التي طرحها المجوسي أمير القريشي عن الرجال المجنبين اللي اطلع صدرها وملابسها الداخلية لهم حتى تعلمهم موضوع النبي وغسل النبي لا لماذا؟ لأننا كسنيين إن قلنا عائشة من أهل البيت هذا لا يعني أنها معصومة لأن أهل البيت عند السنة ليس معصومة أضرد شوف شوف هذه الأمور الله سبحانه وتعالى خير الكلام خير كلام ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى برأ أمنا عائشة رضو الله عليها من فوق سبع سماوات حاول تحصر الكلام في أهل البيت أنها من أهل البيت تحصر الكلام حتى النقاش المستمع يستفاد من يشاهد قناة القريشي يقول هذا القريشي من يناقش ما يقفز فإحنا فعلا نستفاد نقطة وحدة تخلص إلى أن ننتقل الآن عوفنا من براءتها معلينة أنت فتحت الكلام فتحت الموضوع فتحت المزاد على عائشة بيش بأهل البيت أنها من أهل البيت خلص سد المزاد نشوف منه ويشتريها إلى أن خلص بعدين تبدأ عرض جديد أنه هل الله برأها ولا نزلت البراء بغيرها أنت الآن خل الموضوع من حصر أنه هي من أهل البيت ما هي النتائج التي تترتب على هذا لا شيء عند السنة لا شيء لا شيء لأن أهل البيت عندهم ما معصومين فهذا لا يدفع الشبه ولا يدفع الرجال المجنبين والرضاع الكبير ونتنزع ملابسها وإشكالات أمير القريشي التي أسقطت دين السنة لا يدفع لا يدفع دعني أسكتل تفضل لك لو سمحت لو سمحت أنا أرجوك شوف تلاحظ أرجوك ناقش في صلب النقطة أنها لو فرضا من أهل البيت جيد أنا أنا أناقشك في صلب الموضوع أحسنت لو فرضا أنها من أهل البيت أي ماذا تفضل اسمع لا لقد تكلمت أخذت وقتك لما كلام الله سبحانه وتعالى علينا نحن البشر نحن كمسلمين كلام الله أصدق من رؤية عينك لك كلام الله سبحانه وتعالى أصدق من رؤية عينك لك فلما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابي العزيز إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنة لهم في الدنيا والطافرون والطافرات ما يصير الطافرون والطافرات عند الغرفة الفائزة أولئك هم الخاسرون ما يصير إذن أنتم بكل صراحة لا أناقشك أنا أيضا أناقشك ولكن للأسف شديد أي عندك هذا أنت قفزت على مين على حادثة الإفك أنت طرحت موضوع أنه هي من أهل البيت لا تقدر لا تقدر جمع قواك العقلية حط نفسك على الشحن شرج نفسك واتصل بيا يا عيني أنت والخالقين الرازقين والمشيئة الأولى الأزلية وعلينا الذي لا يدرك هذا الموضوع لم ولن يطرح أبدا سابقة وكنت على الأساس من الأمور المخبئة لدي للعراعير والبرابير والزرازير وشيوخ السنة على الأساس مني صعدون مناظرة صورة وصوت العائشة ونساء النبي من أهل البيت اللي حتى أصدم أشق ربقب نبيهم وقبلتهم وفلق أم دينهم وأقول لهم نعم عائشة من أهل البيت وأنا على أبوك يا أبو حتى رب دينك تعال ماذا تريد أن ترتب لأن مناظرات بقنوات مالتهم قنوات الأواويت مال المستقلة والبراجعة والما مستقلة والاستقلة وبعدها ما مستقلة بعد يومين تستقل وقناة وصال وعصال ومصال مناظرات وتستمر سس ساعات هل العائشة هل نساء النبي يدخلن في أهل البيت أم لا ولد الأواويت أي نعم يدخلن عند السنة يدخلن وماذا تريد أن ترتب أنا عندي شيعة ما يدخلن إذا يدخلن يطلع القريش يشق أم أمها عندك أنت يدخلن أنا قل لك يدخلن ماذا تريد أن ترتب اسمعني هل أهل البيت معصومين عندك لا هل يسمعون وحي عندك مثلا لا هل معصومين من الله عز وجل هم شيئته لا هل لا يخطؤون ولا يذنبون ولا يفعلون الحرام لا طيب إذن صارت عندك كلمة أهل البيت أنت يسني عفتت عنز أطيها لأبو موسى ليش عارد طيها العائشة أطيها الحفصة شون يعني وشون يعني شون يعني وشون يعني وانطيها لمو شون يعني لا يترتب عليها شيء لا يترتب عليها شيء ستقول إن الله قال أن يرضى بإضافة لكم وليش ويطهركم تطهيرا أي نعم مادام لم تعتقد بالعصمة كما نحن فسرناها واعتقدنا أنها تدل على العصمة فأنت لا تستطيع أن تعتقد بالعصمة لماذا؟ لأن يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يعني يفعل بيتش وصير حامل كيف من أراد الله أن يذهب عنها الرجس ويطهرها تطهيرا تسوي فاحشة مبينة فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول شلون؟ فأنت ما لتقول عائشة معصومة ما تقدر المصحف عثمان اللي جمع عثمان في كتب السنة وهو محرف في كتب السنة كما نقشنا يطير هذه العقيدة فأنت محاصر ماذا تفعل؟ أتعاول تراوخ تلعب على أن عائشة من أهل البيت أنا أجي أطب لك للبيت أنا أجي أطب لك للبيت أبتأطيك الباب وأطب لك للبيت أطببني 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 أطبب عليك برضاء الكبير وصير من أخوانك أي أنت تعرف شخصك أطبب وجهة قادي عندك بصة لك أقول لك إيه عائشة عرضوا رسول الله هذه العاها هذه من أهل البيت وشي تريد؟ اشتبي ماذا تريد أن ترتب على هذه القاعدة؟ تفضل أريني ما عندك زلمكم خلي طلعون أريني ما عندك تفضل ستفشل ستنصدم أمام القريشي ستنصدم ستنصدم بسبب التجديد في الطرح تجديد 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 في فن المناظرات في فن الكلام في الأساليب تجديد والله العظيم تمرون بحقبة جديدة ورب الكعبة حقبة حقبة جديدة ما مرت عليكم لا بزمن لا صدوق لا مفيد لا حلي لا طوسي لا فلان لا علم ولا واحد لأن كلهم كانوا كوبي بيست كوبي بيست نسخ لسخ الآن تمرون بحقبة جديدة أي نعم عائشة من أهل البيت وحفصة وأسماء وأسماء وفلانتهم وجارتهم والطبالة والرقاصة هم من أهل البيت كلهم من أهل البيت أخواننا الإنجليز شنو يعني شنو يعني ماذا تريد أن ترتب اسمعني معصومين لا ما معصوم ما معصوم طيب ليش تريد تدخلها من أهل البيت والله ما ندري ما نعرف ليش ردنا ندخلها من أهل البيت حسينا نمطيها عصمة مثل الشيعة ما يصير الشيعة من يقولون أهل البيت معصومين ما يستدلون بس بهذه الآية عندهم آلاف مؤلفة من الروايات اللي هي بمثابة الآيات القرآنية لأن كلام المعصوم عندهم قرآن ناطق هذا قرآن ساكت فأنت تتعارك وتسوي مشاكل على أن عائشة من أهل البيت رح يرسل لك الله عز وجل القريش يهدمن ربك ودينك وقبلتك ولا يجعل لك معبودا أبدا ويقول لك نعم عائشة من أهل البيت وسيدة أهل البيت عند السنة وماذا تريد وماذا تريد ماذا تريد يعني ماذا تريد لا يوجد لديك شيء لأن أهل البيت عندك ما معصومين فعائشة طبت طلعت سنة ما زال الرجال المجنبون يتصدرون قائمة المشاهدات الوامو هاي ختمة حلوة شيخنا ايو والله الله يعزكم الله يبارك بكم شكرا أخواني أنا أسمعكم فأنطق نيابة عنكم ما زال الرجال المجنبون في بيت عائشة يتصدرون قائمة المشاهدات مشاهدات الأخوة الناس الشاهد من يدافع عن كثرة الرجال المجنبين في بيت عائشة شكرا أخواني